تحافظ ندا بوقدجار أو الفارسة الملثمة على تراث الفونتازيا وركوب الخيل مع الفرق الفولكلورية كأسرة أو كاسرة بذلك قاعدة رجولية الحرفة ندا أو حميد كما يلقبها أبناء عاصمة البيبان برج بوري ريش ترجلت من فارسها لتنميط لثام شغفها في تقرير مفيد بالربيع بعيون سوداء تروي أصالة المنطقة وبلثام يحكي قصة أجيال متوارثة تمتطي ندا أو حميد كما يحلو للبعض تسميتها جوادها المتبغطر لتتقدم فرسان الفرقة في كل المحافل صانعة تميزا أجبرنا التقرب إليها وإماطة اللثام عن شغفها قدت قلت كان في عام 14-15 سنة تقريبا عشر سنين ولا أكثر وانا وجدت فرصة يعني كما نقوله صدفة برق قالوا لي بلي فوالا كان ينادي وينطريني وفيه البنات وكانت مجرد هواية كما نقوله مجرد حلم وحققته شغفها ساقها لارتداء زي الفرسان بلثام يعكس عادات وتقاليد الفروسية بالمنطقة لثام هذا عادنا عادات كما نقوله العادات والتقاليد تعنا أن المرأة ولا سوى الراجل حتى الراجل يتلف ما نشحب بين النحي والعادات والتقاليد تعنا والتوراث تعنا والأجداد تعنا واش كانوا يدير وسط زخم التكنولوجيا وكل مغريات الحياة العصرية اختارت هذه الفارسة الحفاظ على التوراث منافسة بذلك الرجال لتكسر الصورة النمطية المختارنة بالفروسية والفانتازيا اشتركوا في القناة